ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله فتحت تحقيقا في الواقع خصوصا وأن الفرنسيين نزيلان بفندقنا ضمن النفوذ الأمني للدائرة وحسب ذات المصادر فإن السائحين الفرنسيين ولجى صالونا للتدليك حيث مارس الجنس مع شبتين خلال حصة للتدليك قبل أن ينتقل دقائق إلى الفندق الذي يقيمان به بحي تارغا لتنتبهما مضاعفات مفاجئة للأعراض انتفاخ وتعفن خطيرة ما دفع عائلتهما لاستدعاء الإسعاف ونقلهما لمستعجلة مستشفى ابن طوفيل حيث تمت إحالتهما على مصلحة الأمراض التعفنية بمستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفى الجامعي محمد السادس لتلقي العلاجات الضرورية نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية